الدار بودكاست كشف الثقرير العالمي حول الثنمية البشرية الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للثنمية مؤخراً عن ارتفاع المغرب في تصنيف مؤشر الثنمية البشرية العالمي وذلك بثلاثة رثب حيث انتقد من الرتبة مئة وثلاثة وعشرون إلى الرتبة مئة وعشرون عالمياً وهو ما يعد إنجازاً مهماً من حيث المرتبة التي أضحى تحتلها المملكة برسم التصنيف الجديد لمؤشر تنمية البشرية العالمي لكن مع ذلك تثير النتائج العامة المسجلة في هذا التقرير الكثير من التساؤلات حول مصداقية هذا المؤشر بالنظر إلى أن الواقع الميداني لعملية تنمية يكاد يتناقض تماماً مع هذه النتائج المعلنة ولسيما عند المقارنة بين المراثب التي حققتها العديد من البلدان لن نقلل من شأن الجهول التي تبدلها دول أخرى في الجوار أو في مناطق أخرى من العالم على مستوى الثنمية لكن يبدو أن ثمث خلداً ما في هذا التصنيف يجعل المغرب على سبيل المثال يقف في الترثيب بعيداً خلف دول تعاني مشكلات بنيوية على كافة الأسعادة ومن المعروف أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا يتفوق عليها كثيراً ليبيا والجزائر ومصر وتونس كلها خصلت على رتب متقدمة على المغرب وهناك بلدان إفريقية واسيوية أخرى تعاني ويلات الحروب الأهلية والتطاحن القبلي ومع ذلك أعطاها مؤشر ثنمية مراثب متقدمة ومن المؤكد أن المغرب الذي حقق المرتبة 120 واعتبر التقدم بثلاثة رتب إنجازاً مهماً يستند إلى معطيات موضوعية تجعله واثقاً من أهمية هذا الإنجاز لكن هناك تفسير أساسي يمكن إبرازه في هذا السياق وهو مصداقية البيانات والمعطيات التي تقدمها الدول إلى برنامج الأمم المتحدة للتنمية المسؤول عن إصطار هذا التقرير من الواضح أن استقرار المغرب في المرتبة 123 على مدار سنوات قبل الخروج منها في التقرير الحديث يؤكد أن الحكومة المغربية حريصة على تقديم بيانات دقيقة دون تزييف أو مبالغة أو تحريف وهو الأمر الذي قد لا تفعله أنظمة دول أخرى ما تزال تعتبر هذه البيانات شأناً داخلياً واستراتيجياً وترفض الإفساح عن حقيقتها لأي جهة خارجية بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة ليس خفياً على أحد أن بعض الأنظمة السياسية تحرص على التعتيم فيما يتعلق بهذه البيانات وتقدم ما تريده أن يصل إلى الرأي العام والجهات الخارجية كما أن تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة ليس على الشاكلة نفسها الواقع لا يرتفع وما يتحقق على كافة أصعدة التنمية في بلادنا أمر يشهد به القاسي قبل الذاني والغريب قبل القريب ومن ثم فإن هناك حاجة ماسة إلى إعادة الإفساح عن حقيقة المنهج المعتمد في إعادة تقرير التنمية البشرية ومدى مطابقة نتائجه ومؤشراته للتصورات الميدانية التي تسجلها مختلف الدول في المجالات التنمية الاجتماعية على الخصوص نحن لا ندعي أن المغرب يمتلك نظاما اجتماعيا كالذي تمتلكه الدول الغنية لكن في الوقت نفسه لا يمكن أبدا أن يتخلف عن مرتبة البلدان التي ذكرنا بعد أمثلتها بأكثر من 25 رتبة هذا الفرق مبالغ فيه ولا يعكس حقيقة ما نراه كل يوم في دول الجوار هل من المعقول أن يحصل البلد الذي يعاني أزمات بداية في تموين أسواقه الذاخلية بالقطاني والمواد الأساسية على الرتبة 93 وتحصل بلادنا على الرتبة 120؟ من المؤكد أن هناك خللا ما يجب معالجته وتوضيح أبعاده كي تسعيد هذه النوعية من التقارير والمؤشرات ولسيما الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة الحد الأدنى من مصداقيتها وتعطي لكل دي حق حقه وهي مسألة تحضى بقدر كبير من الأهمية بالنظر إلا أن هذه المؤشرات هي التي تبني صمعة الدول وتشكل صورتها العامة ولسيما على الصعيد الخارجي وعلى الحكومة المغربية أيضا أن تعمل في هذا الاتجاه على الدفاع عن مكانة البلد قريا وعالميا من خلال المطالبة بما يكفي من التوضيحات فيما يتعلق بما توفره البلدان الأخرى من بيانات صحيح أن التعتيم لا يخدم أبدا نهضة الدول لكنه للأسف قد يسيء إلى بلدان أخرى تبدل كل الجهود الممكنة من أجل التطور وتحقيق تقتم أدار بودكاست